يعني شايفين انه في مشاركة كبيرة جدا من كل القوى السياسية والحزبية شايف ده ازاي مشاركة اهمية مشاركة القوى السياسية والحزبية ده يعني النقطة الاسية وازاي هم عندهم المعلومة كمان يعني وهما بيشاركوا زي ما حضرتك قلت احنا مش جايين نناظر احنا مش جايين النهاردة نقول وجهة نظرنا اي احنا جايين نتناقش ومن تم نتفاهم عشان نطلع بتوصيات فشايف ازاي المشاركة دي هو ده طبعا موضوع في منتهى الاهمية لانه في النهاية المحور السياسي بينعكس على كل المحاور اللي احنا اتكلمنا فيها سواء الاجتماعية او كمان الاقتصادية لا املاءات لا استقواءات في النهاية احنا بنتوافق كيف تدار الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة في كل الملفات سواء على مستوى الحقوق والحريات على مستوى الاحزاب السياسية وكيفية تفعيل دورها على ارض الواقع ازاي احنا بنشوف ندفع نظام الحكم انه يبقى في اطار بنبني كلنا الدولة المصرية طبعا ده ملف في منتهى الاهمية والخطورة لانه برضو هيبين للرأي العام ويمكن دي من اهم الحاجات اللي احنا دعينا لها خلال الفترة اللي فاتت انه تكون الجلسات معلنة عشان المواطن يشوف الناس دي بتفكر ازاي يشوف النائب ده بيفكر ازاي وبتكلم ازاي يشوف القوة السياسية الحزب السياسي الطيار ده بيتكلم ازاي انا في تقدير الشخصي ان المسألة هنا مش مسألة احنا حنقدر نقتنس ايه او حنقدر احنا كتيارات او احزاب او مجموعات المصلحة الشخصية فين الموضوع مش كده خالص يعني ما ظنش ان ده حقيقة حيبقى له قبول سواء على المستوى الشعبي او كمان على المستوى العام لانه في النهاية احنا عايزين نبني الدولة المصرية عايزين ندفع العجلة القدام فبالتالي انت حتيجي ليك مطالب ليك احتياجات عليك التزامات احنا يهمنا في الاخر ان الجماعية توافق ويبقى قاعد على طاولة واحدة انا بشكر طبعا كل التيارات والاحزاب والقوة السياسية اللي رحبت بالاشتراك ويمكن انا قلت برضو في حديث سابق قبل كده قلت مهم جدا المواطن يبقى عارف مين اللي حاب يشارك ومين اللي دعي الى الحوار ورفض مين اللي امتنع مين اللي بيحاول ان هو يكسب مفيش حد النهاردة حيقدر يكسب مكسب شخصي لانه الجميع هيبقى على الهوى الجميع هيشوف هيتعرف هو بيقوله وبيتكلم ازاي وده قيمة الحوار وقيمة اعلان ان الجلسات تبقى اعلنية وقيمة كمان ان احنا نفتح ملفه في منتهى الاهمية هو مسألة الحقوق والحريات احنا عايزين الناس تبقى عارفة كويس جدا القوى السياسية بتفكر ازاي اشتركوا في القناة